شاهدين الكرام يواجه سكان قطاع غزة خاصة في الشمال مجاعة حقيقية بسبب ندرة المواد الغذائية الأساسية جراء العدوان المتواصل منذ أكثر من مئة وسبعة أيام وإطباق الاحتلال على تلك المنطقة ومنع وصول المساعدات إليها حتى أجبر السكان على استخدام أعلاف الحيوانات بديلا عن الشعير والذرة لإطعام أطفالهم فلنتابع الوضع صعب صعب للغاية قحت قحت إحنا أطفال نجعلين جوع الأزمة اللي بنمر فيها يعني مش بسيطة بالنسبة للطحين والجمح يعني إحنا كان كل هذا كان يعني كانت عنا شوية مخزونة في البلد عنا وخلصت لذلك حتى أن التجار استغلوا الباقي وصرت أنا اليوم اليوم هذا اليوم أنا مش قادر مش قادر أوفر أكلة الطحين إلي الطحين هذا إحنا مش لقين الأضغارنا يوكل اللبنة مش لقين الرغيف يشترك يعني بندور على رغيف الشكل عشان نطعم الأضغار إحنا بنطلبهم إنه يقفوا جانبنا ينتعدونا يقفوا يعني بجانب هؤلاء أطفال الأضغار اللي مش لقين يوكلوا الواحد صار يلف ليل النهار على الزرز يجيب عجلة اللوم ومش يملاقيها موسيقى كما نشاهد هالي شمال قضاء غزة يجبرون على طحن الضرة والأعلاف بدلا من القمح بعد أن أصبحوا يواجهون مجاعة نظرا للسمرار الحصار الإسرائيلي وعدم إدخال المساعدات إليهم موسيقى جيراننا دار العرجة وبنخفز عندهم وإحنا طبعا بعد فعلا بعد عد الصعوبة لما حتى شفنا الطحين وبالشنا نعجم يعني الوضع مأساوي غير عما تتصور والحمد لله يعني الله رزقنا بهالناس وفتحونا بيتهم للناس كلها فكرة هذا المجروع كانت فكرة ذاتية من الجمعية وطرحت هذه الفكرة وتم إنشاؤها لخدمة أهلنا النازحين في مراكز اللواء والخيام ونحن يوميا مجمع التبرعات والدعم حتى يستمر عطاء هذا المخبز ونضاعف الكم حتى نخدم أكبر كم من النازحين وينضم إلينا عبر الإنترنت للتعليق من ولاية أوريجونال أمريكية دكتور مايكل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان أو بالحق في الغذاء عفوا مايكل أحييك على الجزيرة مباشرة تقول قطاعه إذا يواجه قطر المجاعة خلال الأشهر الستة المقبلة المواطن القطاع في شمال القطاع تحديدا الآن ذهبوا لطحن الأعلاف الخاصة بالحيوانات كي يستطيعوا أن يطعموا أطفالهم كيف تتابع هذا المشهد مايكل؟ ما نراه هو أن كل شخص في غزة يعاني من أجوع طبعا الظروف في شمال القطاع هي أسوأ الأشخاص عليهم أن يختاروا ما بين إطعام الحيوانات أو إطعام أطفالهم طبعا سوف يختاروا إطعام أطفالهم ما نراه هو أن إسرائيل تدمن نظام الغذاء في غزة من الشمال إلى الجنوب هم يحجبون المساعدات الإنسانية وهم يجوعون السكان المدنيين وهم أيضا يحاولون أن يدمروا كل أفاق المستقبل بالنسبة للفلسطينيين في غزة لقد وصلتني تقارير عن تدمير الأراضي الزراعية وكل المنشآت الزراعية ونرى أيضا تجويع الحيوانات وإضافة إلى ذلك إسرائيل تستهدف الصيادين من الشمال إلى الجنوب وهم يدمرون الصفن والقوارب الصغيرة التي تستخدم للصيد الغذاء يتم استخدامه كسلاح ويتم أيضا تدمير نظام الغذاء في غزة إذن إسرائيل بشكل أو بآخر تعاقب الشعب الفلسطيني كاملا تقوم بعملية تجويع ممنهجة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة مايكل هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح وما هو مفاجئ هو سرعة حصول ذلك نحن لم نرى من قبل تجويع سكان مدنيين بمثل هذه السرعة والسبب تمكن إسرائيل من استخدام المجاعة والغذاء كسلاح بهذه السرعة هو أنها تتحكم بالغذاء في غزة منذ أكثر من 16 عاما من خلال الحصار إذن المجاعة هي مشكلة في القطاع منذ أكثر من 16 عاما بسبب هذا الحصار وإذن طالبت إسرائيل بحصار تام على قطاع غزة وهي الآن تقوم بحجب المساعدات الإنسانية أين المجتمع الدولي مما يحدث من قتل جماعي ومنع للغذاء وهذه المجاعة مايكل على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بوجه كل هذه المجاعة والجوع وهذه المجاعة المحتملة التي قد تحصل قريبا يبدو وكأن المجتمع الدولي يبرر هذه الإجراءات الإسرائيلية ولكن ليس هناك أي مبرر لهذه الإجراءات وإذن ما نراه هو أن هناك تظاهرات في الشوارع وهناك عداد كبيرة من الحكومات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بالطريقة السياسية وبالطريقة القانونية لقد رأينا ذلك من خلال قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لقد رأينا أدل عن حجب إسرائيل الأغذية عن السكان في قطاع غزة منذ الكثير من السنوات وإذن عندما ننظر إلى الحالة الصحية وحالة المجاعة أن الوضع هو جلي جدا ليس هناك أي جدل حول كواعد الحرب وكواعد الاشتباك من الواضح أن هذه محاولات لتجويع السكان المدنيين مايكل ما يصن من معلومات أن الشاحنات المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية تصطف خارج القطاع عند معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بالمئات إذ لم يكن أكثر من ذلك ما الذي يمنع دخول هذه الشاحنات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة؟ حسب التقارير التي رأيتها وكما أعلم من وكالات الأمم المتحدة المتعددة كلها جاهزة لتأمين الإغاثة الإنسانية إذن أنا أعلم من ناحية وبالتأكيد أن إسرائيل هي جزء من المشكلة هي التي تحد بشكل جذري المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة ما أنا لست متأكدا بشأنه هو ما يحصل على الجانب المصري ولكنني أعلم أن الجهات المصرية تتواصل مع الأمم المتحدة وهذه المسألة على جدوى أعمالها والمفترض أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعلم تماما الآن أن إسرائيل لا تريد إدخال هذه المساعدات رغم وقفها في العراء لأيام وأسابيع بل شهور طويلة هي لم تمنع فقط وصول هذه المساعدات بل هي وضعت عددا كبيرا من العقبات التي تجعله من الصعب جدا أن تمر هذه الشاحنات وعند تمر هذه الشاحنات تكون بأعداد قليلة جدا من الواضح أن إسرائيل تقوم بحجب هذه المساعدات كجزء من استراتيجيتها لمعاقبة سكان قطاع غزة مايكل هل يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي أو حتى أمني لأن تقوم إسرائيل بهذا الأمر بمنع الغذاء والوقود والماء عن سكان قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة إنني أعتقد أنه بناء على ما سمعته إسرائيل تبرر هذه الإجراءات من خلال قولها أن هناك حاجة عسكرية هم يقولون أنهم يلاحقون حماس وفي ملاحقتهم لحماس يحق لهم أن يقوموا بهذا الدمار الكبير وأعمال القتل هذه ولكنه من الواضح أنه ليس هناك أي مبرر لهذه الدرجة من العقاب والقتل هذا القتل البطيء أن تجويع الأشخاص هو الطريقة الأسوأ لمعاقبة الأشخاص وإجبار الناس على إطعام أطفالهم الأعلى في الحيوانية هذا الأمر مروع وليس هناك أي مبرر لذلك هذا ما رأيناه وهذا مثال عن الإبادة ليس هناك أي استثناء قانوني وأي استثناء أخلاقي لهذه الإبادة وهذا العقاب الذي يحصل ما هو واضح بالنسبة لي هو أنه على الأشخاص أن يقوموا بممارسة الضغط على حكوماتهم لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار والإكرار بحق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم على ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول لهم رأي مخالف لرأيك مايكل لا يرون أن هناك مجاعة في غزة لا يرون أن هذا العمل ممنهج من قبل إسرائيل والذي سيؤدي إلى قتل الآلاف جوعا بهذا الشكل إذا استمر لفترة طويلة هل هم محقون في ذلك بالمناسبة أم لا الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأوروبية التي تدعم إسرائيل سياسيا وعسكريا يعلمون ما يحصل نحن الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة أصدرنا الكثير من التقارير الصحفية وكنت في روما قبل بضعة أشهر كان هناك مؤتمر حول الأمن الغذائي كان هناك سفراء من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول والدول الأوروبية هم يعلمون ما يحصل وحصلوا على إحاطات لقد تحدثت مع بعض هؤلاء السفراء بصفة رسمية وإذن هم يعلمون ما يحصل ولا يمكنهم أن ينكروا أن الغذاء يتم استخدامه كسلاح هم يختارون هذا المسار السياسي وأنا أخشى أنهم متواطئون بهذه الإبادة هم متواطئون بهذه الهجمات ضد الشعب الفلسطيني والسكان في غزة هل هناك يعني إذا صح التعبير ضوء في نهاية النفق يعني تتراجع إسرائيل عن موقفها تدخل هذه المساعدات إلى قطاع غزة حتى لا يموت الناس جوعا أم لا هناك جهتين في هذه الحرب جهة تريد السلام وجهة تريد المزيد من الحرب وهناك الكثيرون داخل إسرائيل وداخل فلسطين يريدون السلام الملايين من الأشخاص في إسرائيل وفلسطين وحول العالم يريدون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره لقد رأينا البيانات من قبل القاضة ولكن نريد إجراءات ملموسة ويجب أن يكون هناك ضغط ديبلوماسي وسياسي على إسرائيل لإجبار إسرائيل لقد سأمنا من البيانات من الدول العربية والدول الأوروبية نحن بحاجة إلى إجراءات ملموسة المواطنون يطالبون حكومتهم بعدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل وعزل إسرائيل سياسيا وديبلوماسيا وإذن على الحكومات أن تستمع إلى هؤلاء المواطنون وإلا النظام الدولي سوف ينهار على هذه الوتيرة مايكل فخري مقرر للأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء كنت معي عبر الإنترنت من أوريجن بالولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك سيد مايكل شكرا جزيلا لك